ايران تعلن احتجازها سفينة تابعة لإسرائيل في موديكو هورموس والجيش الإسرائيلي يحملها تابعات التصعيد في اليوم التسعين بعد المئة من العدوان استهدفوا مدرسة تأوي نازحين في النصيرات والتهمات لسلطات الاحتلال باستمرار عرقلتها دخول المساعدات لغزة المستوطنين الإسرائيليون يشنون هجمات واسعة النطاق في عدد من بلدات الضفة الغربية وسلطات الاحتلال تعزز من قواتها خجية تصاعد التوترات نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الحرس الثوري سيطر على سفينة MSCRS التي قالت إنها مرتبطة بإسرائيل وأوضحت الوكالة الإيرانية أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري اعتلت سفينة التي ترفع علم البرتغال واحتجزتها بينما تقوم بنقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية في المقابل أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إيران تنفذ عملية قرصنة على حد وصفه فيما اعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي دعياً إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أن إيران ستتحمل العواقب في حال تصعيدها للعنف في المنطقة وفي هذا الإطار شدد الجيش الإسرائيلي على أنه في حالة تأهب قصوى لصد أي عضوان إيراني آخر مشنا إلى الاستعداد للرد حالة من الترقب الحذر كانت تعيشها إسرائيل انتظاراً واستعداداً لهجوم انتقامي مباشر أو غير مباشر من إيران رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واليوم أصبحت إسرائيل على موعد مع أولى حلقات الرد الذي انتظرته لأيام بعد قيام الحرس الثوري الإيراني بآلان السيطرة على سفينة ترفع علم البرتغال ومملكة للرجل أعمال إسرائيلي تعود القصة لمطلع شهر الجاري عندما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة اليوية في دمشق ولم تنفيها وعلى الرغم من ذلك اتهمتها إيران بالضلوع في الهجوم مؤكدة ضرورة معاقبة إسرائيل على عملية تقول طهران إنها تعادل هجوماً على الأراضي الإيرانية وفي وقت تؤكد فيه إسرائيل وجيشها استعدادها للتعامل مع كل السيناريوهات قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل عاجلاً وليس آجلاً محذراً طهراناً من المضي قدماً في ذلك ومؤكداً التزام واشنطن بدعم إسرائيل ومساعدتها والدفاع عنها صحيفة وولستريت أشارت إلى مسارعة الولايات المتحدة بإرسال السفن الحربية إلى مواقعها لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة على أمل تجنب هجوم مباشر من إيران على إسرائيل وكانت رويترز بدورها نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن طهران نقلت لواشنطن عبر وسيط أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على قنصلياتها على نحو منضبط وغير تصعيدي ويستهدف تجنب تصعيد كبير وأنها لن تتعجل في ذلك الرسائل الدبلوماسية على غرابتها والسيطرة الإيرانية على السفينة الإسرائيلية اليوم هو بداية لاكتشاف نهج إيران في الرد على هجوم القنصرية في دمشق لتكشف الأيام القادمة عما سيسفر عنه هذا التصعيد وما سينتو عنه من آثار بالمنطقة المنهكة بالصراعات من الأساس موسيقى 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 تواصل قوات الاحتلال عضوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم المئة وتسعين على التوالي حيث كثف جيش الاحتلال قصفه على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة ومدينتي خان يونس ورفح جنوبه وأوضحت مصدر فلسطينية أن جيش الاحتلال جدد قصفه لمدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في المخيم الجديد بالنصيرات وبالتزام مع اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية فيما شنت مقاتلات الاحتلال غارات عنيفة طالت مناطق متفرقة بالمحافظات الوسطى وعددا من الأحياء السكنية في قطاع غزة في الأثناء أعلنت سلطة الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين للعدوان الإسرائيلي على القطاع إلى ما لا يقل عن سلسة وثلاثين ألفا وستمائة وستة وثمانين فلسطينيا وإصابة ستة وسبعين ألفا وثلاثمائة وتسعة آخرين منذ السبع من أكتوبر وضفت سلطة الصحية في غزة أن اثنين وخمسين مواطنا فلسطينيا استشهدوا واصيب خمسة وتسعون آخرون خلال عدد من المجازر ارتكبتها قوات الاحتلال في آخر أربع وعشرين ساعة أفاد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بأن إسرائيل ما زالت تعرق الإدخال وتوزيع الإمدادات المنقذ للحياة إلى خطاع غزة وأشار المرصد الأورو متوسطي إلى أن عدم الأمن الغذائي بغزة وصل إلى مستويات كارثية وحذر المرصد من زيادة عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية الحاد والأمراض المقتررة بهما حيث وصل عدد الأطفال الذين ماتوا بسبب الجوع وسوء التغذية إلى ثمانية وعشرين طفلاً قال منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في غزة جامي ماجالدريك أكد أن حرارة الجو تزداد بشدة في غزة ويحصل الناس على كمية قليلة من المياه وهو ما تسبب في ظهور عدد من الأمراض وكانت منظمة الصحة العالمية أن استهلاك الماء الملوث وتردي منظمة الصرف الصحي يؤديان إلى أمراض عديدة معاناة إنسانية جديدة يعيشها أبناء غزة الصامدون واختبار جديد لضمير الإنسانية علّه ينجح هذه المرة فبسبب صعوبة الحصول على المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة تسود المخاوف في غزة من انتشار الأمراض والأوبئة المنقولة عبر المياه الملوثة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة جيمي ماجالدريك قال إن حرارة الجو تزداد بشدة في غزة ويحصل الناس على كمية قليلة من المياه ونتيجة لذلك ظهرت أمراض بسبب نقص المياه الآمنة والنظيفة وتعطل أنظمة الصرف الصحي من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية أن استهلاك الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي يؤديان إلى أمراض عديدة مثل الكوليرا والإسهال والالتهاب الكبدي الوبائي ومنذ السابع من أكتوبر الماضي دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة غالبية طرقات وآبار المياه وهو ما دفع سكان المدينة لشرب المياه الملوثة نقص مياه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حياة أو موت في وقت يجبر فيه السكان على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار وهو ما أسهم في انتشار الأمراض المنقولة والمعدية خاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص إمدادات المياه برمتها إلى الضفة الغربية حيث أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بالرصاص الحي من بينها إصابة حرجة بالرأس في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية المغير شرقية مدينة رامالله بالضفة الغربية المحتلة وأضافت المصادر ذاتها أن المستوطنين الإسرائيليين أدرموا النار في عدد من منزل القرية ما أدى إلى إحراقها بالكامل وفي السياق المتصل هاجم مستوطنون آخرون مركبات لفلسطينيين قرب دوار عين سيناء شمالية رامالله ما أدى إلى تضرر عدد منها كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال وتعرضت عشرات المنازل للحرق في هجوم للمستوطنين على بلدة دومة جنوبية نابلس بالضفة الغربية المحتلة في الأثناء قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة باستدعاء المزيد وذلك بعد مشاورات أمنية أجرها على خلفية مقتل مستوطن وأبدى جيش الاحتلال خشيته من تصعد المواجهات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية وحضر وزيع الدفاع الإسرائيلي وفجعل من وقوع هجامات انتقامية من المستوطنين مشددا على أن مثل تلك الهجمات التي قد تصعد من الأوضاع ستضع قواتها في مهمة وصفها بالصعبة وتتي تلك التوترات بعد عثور قوات الإسرائيلية على مستوطن مقتولا في الضفة الغربية المحتلة بعد يوم من عمليات بحف واسعة النطاق شارك فيها مستوطنون هاجموا قرى ووقعت صدامات وأعمال عنف في عدد من القرى والبلدات بين نابلس ورملة رفض القضاء الإداري الفرنسي طلبا قدمته منظمة العفو الدولية من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تأسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل بسبب العضوان على قطع غزة وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع إلى جانب رابطة حقوق الإنسان لمحاولة إكبر الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل حتى تمتثل لتعهداتها الدولية ويشمل هذا الطلب تراخيص تصدير المعدات العسكرية المستخدمة في المدفعية بتحديد الأهداف وأيضا المستخدمة في التصوير والرادارات وذلك استنادا إلى الموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابعي للأمم المتحدة الذي طالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل اشتركوا في القناة يواصل مطار العريش الدولي استقبل طائرات المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبار رفح البرية واستقبل مطار العريش اليوم طائرتي مساعدات إنسانية من بلجيكا والإمارات وأوضح مصدر بالمطار أن الطائرة البلجيكية تحمل على متنها 31 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية بينما تحمل الطائرة الإماراتية أكثر من 19 طن من المواد الغذائية وبلغ إجمالية عدد طائرات المساعدات التي استقبلها المطار حتى اليوم 747 طائرة منها 607 طائرات مساعدات و140 طائرة وفود دولية المزيد من حرقة دخول المساعدات واستقبلها يطلعن عليها مراسل التلفزيون المصري كريم بيباس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين في إطار المتابعة المستمرة لإدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة نتحدث عن مواد غذائية ومستلزمات طبية وأيضا أشياء من الركائز الأساسية في قطاع غزة الآن وهي شاحنات المواد البترولية تدخل عبر بوابتي معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم يعني ربما خلال أيام عيد الفطر فقط دخل من خلال معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم ما يقرب من ألف شاحنة محملة بيئة المساعدات المختلفة للأشقاء في قطاع غزة بالطبع يعني هذه المساعدات المختلفة تأتي عبر الأرض فقط ولكن أيضا الإسقاطات والإنزالات الجوية الخاصة بقوات المسلحة المصري لتدخل لشمال قطاع غزة بسبب عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات ليستفيد منها المواطنين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن أيضا اليوم هو يوم السبت في الناحية الأخرى ناحية الأراضي المحتلة وبالطبع يعني هذا سبب كبير لتقليل نسبة الشاحنات التي تدخل من الناحية الأخرى وأيضا تعرق القوات الاحتلال يعني دخول هذه الشاحنات بعدد من الحجج المختلفة إما بأنه إجازة رسمية مثل اليوم إما بأنها يعني التفتيش الطويل والتدقيق الطويل لهذه الشاحنات مما يؤخر دخول هذه المساعدات وفي بعض الأحيان أيضا تمنع الأشياء الأساسية مثل الألبان على سبيل المثال الذي يدخل للأطفال يمنعهم من الدخول أساسا إلى قطاع غزة هذه النقطة الأخيرة أيضا وهي المصابين الذين يخرجون بالفعل من قطاع غزة ما زالت سيرات الأسعاف متواجدة لاستقبال عدد كبير من هؤلاء الأشقاء ليتلقوا العلاج في المستشفات المختلفة التي حددتها وزارة الصحة المصرية هذه ربما نظرة عامة عن إدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة لنعود عليكم في الاستوديو مرة أخرى لا طالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة سياسة الخارجية المصرية بثوابتها راسخة في التأكيد على الحق الفلسطيني المشروع ومع اندلاع لدول الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر وصلت مصر جهودها الحفيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشتى الصبل خاصة في مجال إنفاذ المساعدات الإنسانية لطالما كانت قضية العرب بل وقضيتها الأولى على مر التاريخ ومن أجلها سطرت مصر ملحمة سياسية وقانونية وإنسانية بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي وباتت محطاتها تتزايد يوما تلو الآخر من أجل الانتصار للإنسانية وحفظ الحق لأصحابه دور محوري تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي تجلى من خلال عدة محاور تكمل بعضها البعض تحت مظلة دعم الإنسانية فمصر كانت وما زالت في طالعة الدول التي تقوم بتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات التي تضم مواد غذائية ولحوم وملابس وبطاطين بالإضافة إلى الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى بل رفضت مصر إجلاء أي رعاية أجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح إلا بعد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية وفي هذا الإطار لم يغلق معبر رفح الحدودي أبوابه يوما لاستقبال المصابين وعبور المساعدات الإنسانية القادمة من جميع أنحاء العالم كما حدثت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح في ظل حالة الحصار التي فرضتها إسرائيل دولة الاحتلال على المدنيين وفي إجراء آخر يظهر الإصرار المصري على دعم الأشقاء الفلسطينيين قامت مصر بتنفيذ عمليات إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة عدة دول صديقة وشقيقة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية وبالتوازي أجرت مصر محادثات مع المنظمات والقوى الإقليمية والدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وبتوجيهات من القيادة السياسية تقترب القاهرة من إتمام مخيم خان يونس للنازحين الفلسطينيين ضمن سلسلة من المخيمات التي حرصت مصر على إقامتها في منطقة جنوب قطاع غزة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين قسريا من وسط وشمال قطاع غزة جهود حثيثة وشاملة تخطى حجم حصيلتها على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كافة الجهود الأخرى التي تبذلها دول عربية وأجنبية حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى القطاع منذ أكتوبر الماضي نحو 87% ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الآن أكثر من 3700 مصاب فلسطيني لتظل مصر على مر تاريخ حصن الأمة المنيع وقلعة العرب أعلن حزب الله اللبناني شن هجمات بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت مستوطنة حنيتة بشمال إسرائيل كما شن حزب الله هجمات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية بالجولان المحتل يأتي ذلك بعد أن شنت قوات الاحتلال غارات على عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان واستهدفت قوات الاحتلال بلدات حولة وبيتليف والطيبة ودير سريان وجبر ريحان تزامنا مع تحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحل في لبنان سيكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة ومن ثم البدء بعملية الإصلاح الشامل وحول التصعيد الحالي في المنطقة أكد ميقاتي عدم وجود تهديدات مباشرة بشأن الاعتداء على لبنان معتبرا أن ما تتوعد به إسرائيل بتدمير لبنان هي نوعا من الحرب الاستباقية أفادت وكالة الأنباء السورية بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي المازة في العاصمة دمشق ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بقيادة شرطة دمشق قوله إن الانفجار وقع في سحة الهدى بحي المازة الذي تتوجد فيه عدد من السفرات وأسفر عن أضرار مادية فقط أعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر أن الصومال لن يقبل أبدا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال وضف الوزير الصومالي أنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي وأثرت إثيوبيا التي ليس لها منافذ بحرية خلافا دبلوماسيا مع مقديشيو في يناير الماضي عندما وقعت اتفاقا مع أرض الصومال لاستئجار 20 كم من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة ووصف الصومال بالاتفاق بأنه غير قانوني لأنه يعتبر أرض الصومالي جزءا من أراضيه على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991 دعا الاتحاد الإفريقي والمجلس العسكرية في مالي إلى العمل على خارطة طريق تهدف إلى استكمال العمليات الانتقالية في البلاد وذلك بعد تأجيل انتخابات العودة إلى السلطة المدنية إلى أجل غير مسمى وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي في بيان عن قلاقه العميق إذا الوضع الراهني في مالي مؤكدا استعداد المنظمة للعمل مع السلطات المالية وكافة الأطراف المعنية من أجل إعادة النظام الدستوري ضمن المدة الزمنية المحددة بهدف تعزيز السلام والاستقرار في مالي موسيقى موسيقى نشط أخبار السادسة من التلفزيون المصرية لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها موسيقى روسيا تكثف هجماتها بالمدرعات والجيش الأوكراني يؤكدوا أن الشرقية تدهور في الأيام الماضية موسيقى 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 أعلن قائد الجيش الأوكراني الكولونال جنرال أوليكساندر سيرسكي أعلن أن الوضع على الجبهة الشرقية تدهور في الأيام القليلة الماضية وأشار قائد الجيش إلى أن هذا التدهور جاء مع تكثيف روسيا هجماتها بالمدرعات واحتدام المعارك للسيطرة على قرية انطقع وغربية مدينة باخبوت المدمرة وأفر بيان قائد الجيش الأوكراني مزيدا من التوتر في كييف إذ لا يزال الكونغرس الأمريكي يعرقل قرارا بمساعدات عسكرية مهمة توقعت كييف تسلمها منذ أشهر أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على قرية في منطقة دونتسك وأضفت الوزارة في بيان أنه تم صد ثماني هجمات مضادة أسفرت عن مقتل 235 من عناصر القوات الأوكرانية وفي اتجاه كوبيانسك قامت وحدة من قوات مجموعة الغرب بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت ثلاث هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية بدأت أوكرانيا أعمال بناء مفاعلين بتصميم أمريكية في منشأة للطاقة النووية بغرب البلاد عقب هجمات روسية مدمرة على شبكة الكهرباء لديها ووضع عمال في محطة خامنينتسكي للطاقة النووية نهاية الأسبوع الماضي حجر الأساس للمفاعلين الذين سيستخدمان التكنولوجيا أمريكية ووقودا أمريكيا للمصدر ويهضف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة الأوكرانية وخفض اعتمادها على التكنولوجيا النووية الروسية تستمد أوكرانيا حوالي نصف حاجاتها من الطاقة النووية وجميع مفاعلتها الحالية ذات تصميم سوفيتي لكنها حولتها إلى استخدام الوقود الأمريكية هذا وتقع محطة زابوريجيا أكبر محطة النووية تحت السيطرة الروسية منذ بداية الحرب ترجمة نانسي قنقر وفق مجلس نواب الأمريكي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية ويسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأمريكية القيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويد قضائي في كل مرة ويشمل البرنامج خصوصا مواطنين غير أمريكيين في الخارج يتم الاطلاع على بريدهم الإلكترونية فيما تندد منظمات مدافعة عن الخصوصية والحريات بشكل واسع بهذا النص المعروف باسم الفصل 702 من قانون المراقبة الخارجية قال الرئيس الأمريكي جو بايدين إن أي تعرض للفلبين في المنطقة سيؤدي إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك مع منيلا وأعتبرت الصين البيان الصادر عن القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين في واشنطن تدخلا في أشؤونها الداخلية عادت المخاوف من حدوث صدام عسكري في منطقة بحر الصين الجنوبي تطفو مرة أخرى على السطح مع تصاعد اللهجة بين القطبين الرئيسيين بيكين وواشنطن فمن البيت الأبيض أعلنها الرئيس الأمريكي واضحة أن أي تعرض للفلبين في المنطقة سيؤدي إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك مع منيلا وخلال القمة الثلاثية غير المسبوقة في البيت الأبيض التي جمعته بنظيره الفلبيني فردينان دي ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أكد بايدن أن التزام الولايات المتحدة بأمن اليابان والفلبين لا يتزعزع بيان القمة الثلاثية وصفه رئيس الفلبين بأنه إرهاص لتغير الآليات في بحر الصين الجنوبي والمنطقة قمة البيت الأبيض قوبلت في بيكين ببيان شديد اللهجة حيث اعتبرت البيان الصادر عنها تدخلا في شؤونها الداخلية واتهمت واشنطن واتوكيو بتصعيد التوترات في المنطقة فيما اعتبرت وزارة الدفاع الصيني اعتزام الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى بحلول نهاية العام في منطقة أسيا والمحيط الهادئ توجه خطير ستعارضه الصين بحزم وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا على الرغم من الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة عام 2016 والذي وجد أن مطالبات بيكين الشاملة ليس لها أي أساس قانونية ووقعت سلسلة من المواجهات بين السفن الفلبينية والصينية في الشهر الماضي شملت استخدام خراطيم المياه والتراشق اللفظية ويعني حدوث صدام عسكري في المنطقة التسبب في عواقب وقيمة ليس على الأمن الإقليمي في منطقة شرق وجنوب شرقي أسيا فقط ولكن على الأمن العالمي وحرية التجارة العالمية بوصفه معبرا لنحو ثلث الشحن البحري في العالم أعللت سلطات الأسترالية مقتل ستة أشخاص طعنا وإصابة آخرين بينهم طفل في هجوم على مركز تجاري في مدينة سيدني بمقاطعة نيوس هاوس والزا وأكدت الشرطة الأسترالية مقتل منافذ الهجوم لافتة إلى أنها لا تستبعد فرضية الدفاع والدافع الإرهابي وراء الحدث من نجهته قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البنيز قال إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى الدوافع الحقيقية لمنفذ الهجوم إلى هيتي حيث تم تشكيل مجلس رئيسي انتقالي رسميا بعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء رييل هرنيري وشهدت البلاد أعمال عنف بينما هجر نحو مائة ألف شخص وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة بداية جديدة تشهدها هيتي بعد أسابيع دخلت فيها بدوامة عنف وحرب عصابات دموية كادت تعصف بالبلد الكاريبي فقد تم وأخيرا تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي بشكل رسمي بعد أسابيع من مفاوضات سادها توطر وبعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري المجلس الذي طال انتظاره وينتهي تفويضه في السابع من فبراير عام 2026 يواجه تحديات كبيرة وعليه أن يسارع بتعيين رئيس جديد للوزراء وأن يشكل حكومة جامعة لكل الأطياف وهو ما رحبت به مجموعة الدول الكاريبي التي رعت المناقشات حتى وصلت لتشكيل المجلس ولأنه حدث طال انتظاره توالت ردود الأفعال الدولية فقط رأت الولايات المتحدة في تشكيل المجلس خطوة إيجابية نحو استعادة الأمن وفتح الطريق أمام انتخابات حرة وشفافة ونحو استعادة الديمقراطية والحوكمة الشاملة بحسب ما قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية خطوة نحو الاستقرار في بلد لم يشهد أي انتخابات منذ عام 2016 وشهد هجمات عصابات مسلحة على مراكز الشرطة والسجون والمقار الحكومية وأجبر ميناء العاصمة ومطاره على الإغلاق وسط موجة أعمال عنف مناهضة لهنري ما أجبر عشرات الآلاف على مغادرة العاصمة والنزوح لمقاطعات الجنوب هروبا من جحيم هجمات العصابات انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصا منها على مشاركة المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك وصلت الوزارة توزيع الهدايا على المرضى بالمستشفيات المختلفة وذلك تزامنا مع قيم الوزارة بتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من خلال الانتشار الأمني المكثف لتأمين المتنزهات والحدائق العامة والمنشآت الهامة والحيوية والمسطح المائي ودور العرض السلمائي وأماكن تجمع المواطنين كما تشارك عناصر الشرطة النسائية في عمليات التأمين لفرض مظلة من الأمن والأمال للمواطنين خلال أيام العيد وقد شاركت وزارة الداخلية من خلال ثرق موسيقات الشرطة المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك في الحدائق والمتنزهات بعزف الموسيقات المتنوعة التي تفاعل معها المواطنون بتزامن مع انتشار القوات تشارك وزارة الداخلية المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية عيس وجهت الوزارة مأموريات إلى عدد من المستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية لتوزيع بواد تحتوي كحك العيد على المرضى من من يتلقون العلاج بتلك المستشفيات في إطار الدعم المعنوي والنفسي المقدم لهم من قبل الوزارة لتحمل رحلة العلاج وآلام المرضى نشكركم على محبتكم وعلى زرياتكم الحلوة وفرحتونا وفرحتو عياننا وربنا يفرح قلبكم وكل سنوان طيبين هذه اللمسة الإنسانية من وزارة الداخلية بمشاركتها فرحة العيد مع المرضى كان لها أثر إيجابي عليهم فقد رسمت الفرحة على وجوههم ورفعت من روحهم المعنوية وأولادنا كلهم فرحانين والحمد لله أنتم بتزرونا وأطفالنا كويسين دايماً طول ما هما بيشوفوك إحنا بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه هو دايماً مش نسينا وفكرنا وبيفرحنا دايماً وبيفرح أولادنا أبدى المرضى بالمستشفيات المختلفة فرحتهم بهذه المبادرة ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية التي وفرت لهم أجواء من الفرحة والبهجة زادت من شعورهم بفرحة العيد بنشكر زباة وزارة الداخلية اللي هما جووا من النهاردة وبساطوني وبساطوني وقابوا له لفس العيد شكراً إنهم فرح حبني بمناسبة عيد الفترة المبارك وكل سنوات طيبية أحب أشكر الرئيس على الهدايا اللي قدمها الأطفال والمستشفيات لإدخال الفرحة والسرور على قلبهم أحب أشكر وزارة الداخلية النهاردة على زيارتهم الجميلة للمستشفى وتوزيع ملابس العيد على الأطفال وطبعاً ده ليه إحساس حلو جداً عند الأطفال وبيدخل الصرور على قلبهم وعلى قلبنا نحن كمان ودي مش حاجة جديدة على وزارة الداخلية يعني دي زيارات متكررة ومستمرة ونتمنى أنها إن شاء الله تستمر في مناسبة تانية مشاركة إيجابية من وزارة الداخلية المواطنين لاحتفال بالأعياد والمناسبات في إطار تفعيل الجانب الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية التي تواصل تحقيق مستهدفاتها في تقديم خدمة أمنية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية للمواطنين هذا وتتواصل الاحتفالات بعيد الفتر المبارك حيث تواصل الحضائق والمتنزهات استقبل المواطنين لقضاء إجازة العيد في أجواء ممتعة وللمزيد ينضم إلينا من حديقة الفنون بمنطقة ألمانيا المراسل التليفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية ضعنا في صورة الأجواء لديك تحياتي لكم وملاك والعام وأنتم بخير وكل أسادة المشاهدين وكل المصريين بألف خير يعني عيد الفتر المبارك لازلت كل الأجواء المبهجة المسيطرة في الحضائق والمنتزهات مستمرة عدد كبير من الأسر استحبت الأطفال للتمتع والاستمتاع بكل الأجواء الموجودة سواء بالأماكن الجلوس على النيل وأيضا الطاولات الموجودة بأسعار مناسبة سواء في المأكلات أو المشروبات أو حتى أسعار التذاكر المختلفة وأيضا وجود مساحات كبيرة للأطفال هناك عدد كبير من ألعاب الأطفال الموجودة في الحديقة الأطفال يقومون بممارسة الهويات المختلفة في هذه الألعاب وعندما تحدثنا مع عدد كبير من هذه الأسر تحدثوا أنهم يعني يتوجهون مباشرة في كل إجازة عيد الفطر المبارك أو الأعياد بشكل عام إلى حديقة الفنون للاستمتاع بالموقع الجغرافي المتميز حيث تطل الحديقة مباشرة على نهر النيل وأيضا في حالة التقص الرائعة الموجودة يعني يستمتع كل الزائرون بالأجواء الجميلة الموجودة في هذه الحديقة وأيضا كل الذين يعملون هنا في الحديقة كرسوا إمكانياتهم وأيضا سخروا جهودهم لتوفير بيئة مناسبة وأيضا توفير كل الأجواء للمواطنين كل المواطنين في حالة مبهجة في حالة فرحة كبيرة الأطفال يلعبون ويمرحون وأيضا الأسر المصرية كلها أتت إلى حديقة الفنون للاستمتاع بكل هذه الأجواء فالحقيقة حديقة الفنون من الحضائق الجميلة وهي تحتوي على مساحة أكثر من 5000 متر مربع فبالتالي تسع عدد كبير لكن الحقيقة الآن تحديدا لا يوجد يعني موضع لقدم كل الطولات ممتلئة وكل المقاعد ممتلئة المساحات الخضراء أيضا يعني الأسر ما حول المساحات الخضراء يفترشون أيضا للجلوس ويستمتعون بكل الأجواء الجميلة هنا في حديقة الفنون فبالتالي نتحدث عن أجواء مبهجة للأسر المصرية هنا في حديقة الفنون فبالتالي يعني كل عام وكل المصريين بخير ودايما كده المصريين مبسوطين وفرحارين بكل أجواء العيد المبهجة ودايما مصرف أمن وسلام واستقبال لازال حتى الآن كل البوابة مفتوحة تستقبل كل الزائرين لهذه الحقيقة وستستمر حتى وقت متأخر من الليل مع إتاحة كل التذاكر الموجودة بأسعار متميزة للكبار وأيضا الأطفال ووجود كل ما يساعد على الاستمتاع بإجازة عيد الفطرة المباراة كل عام وأنتم بخير ومصر دائما بخير والآن العودة إليكم مرة أخرى نعم كل سنة طيب محمود جميل كنت معنا من حضيقة الفنون بمنطقة المانيال شكرا جزيلا لك انتلقت أعمال قافلة طبية بوحدة الحمروين الصحية التابعة لإدارة القصير الصحية بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج لعشرات الحالات بمختلف التخصصات الطبية حيث تضم القوف لوعيادات ومعمل الدمي وتفيلات وصيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية هذا وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمن وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدني محافظات البحر الأحمر نحن موجودين في قرية الحمروين التابعة لمركز الكصير في محافظة البحر الأحمر تابعين للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وطبعا في عيات الجراحة جميع كشفات والتحاليل وفحصات مجانية والعلاج أيضا وطبعا الكافلة تشمل عيادات متعددة وجميع الخدمات اللي بيقدمها المواطنين بالمجان كل الخدمات بيقدمها بالمجان معمر بيقدم خدمات متنوعة عندنا معمرين معمر دم ومعمر طفريات بصراحة طبعا الخدمات هنا حياة جميلة جدا وبالذات في المناطق اللي هي البعيدة دي اللي هي بتجيلها الخدمات بصورة ليلة لما يبقى تركيز عليها أكتر والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد ورجاء رمزي شكرا شكرا جزيلا محمد شكرا جزيلا مشاهدين هذه الطائفة من أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية أعلنت الحكومة عن بدء موسم حصادي وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف محافظات الجمهورية وأشارت الحكومة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين خاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية على رأسها محصول القمح وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى ألفي جنيه بدلا من 1600 جنيه للإرداب بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزن أكدت الحكومة اعتزامها التركيز على التنمية البشرية خلال السنوات الست المقبلة اعتبارا من العام المالي الجديد 2024-2025 وأشارت الحكومة إلى تنفيذ خطتها من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري ولفتت الحكومة إلى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495 مليار و600 مليون جنيه بموازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 396 مليار و900 مليون جنيه في العام المالي الحالي ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858 مليار و300 مليون جنيه مقارنة بـ 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي فضلا عن زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139 مليار و500 مليون جنيه مقارنة بتسعة وتسعين مليار و600 مليون جنيه وإلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفت عصار النفط في آخر تداولاته بسبب التوتر الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط لكن النفط منية بخسارة أسبوعية بفعل توقعات سلبية من وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب العالمي على الخام فعدت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة بلغت فاصل تسعة وسبعين بالمئة مسجلة تسعين دولار خمسة واربعين سنة للبرميل فيما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكسس الوسيطة أمريكي بنسبة بلغت فاصل خمسة وسبعين في المئة مسجلة خمسة وثمانين دولار ستة وستين سنة ذلك أيضا صعدت أسعار المزوط العالميا بنسبة بلغت فاصل اتنين وثمانين في المئة لتصل إلى دولارين اثنين ثمانية وستين سنة للتر فيما ارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبعي بنسبة بلغت فاصل أربعة وثلاثين في المئة مسجلة دولار واحد وسبعين سنة وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألمني أولاف شولتس دعا إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين أوروبا والصين عشية زيارة الزعيم الألمني لبيكي ويتوجه شولتس إلى الصين نهاية هذا الأسبوع في زيارة حساسة تستغرق ثلاثة أيام في وقت يشدد فيه الغرب لهجته تجاه بكين سواء فيما يتعلق بممورستها التجارية أو قربها من موسكو انخفض اللدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى له منذ العام 1993 ليصل إلى ثلاثمائة وأربعة مليار دولار وقد أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي تراجع الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من هذا العام إلى خمسة عشر فاصل خمسة من مئة في المئة فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كان الدين الخارجي الروسي بشكل عام قد سجل أعلى مستوى له في العام 1999 مسجلاً 91% من حجم الاقتصاد الروسي نهاية وقفتنا الاقتصادية مشاهدين عودة مجدداً إلى الزملاء دين ومحمد فإليكم شكراً لك رجاء رمزي إلى عنوان الختام إيران تعلن احتجازها سفينة تابعة لإسرائيل في مضيق هرمز والجيش الإسرائيلي يحملها تابعات التصعيد في اليوم التسعين بعد المئة من العدوان استهداف مدرسة تأوي نازحين في النصيرات واتهامات وسلطات الاحتلال باستمرار عقلتها دخول المساعدات لغزة المستوطنون الإسرائيليون يشنون هجمات واسعة النطاق في عدد من بلدات الضفة الغربية وسلطات الاحتلال تعزز من قواتها خشية تصعود التوترات وصلنا إلى ختام نشرة السادسة إلى اللقاء